في بعض الأمور أو الأسئلة المطروحة إحنا زي ما عودنا حضراتكم منذ البداية إن برنامج الأبطال هو نبض جماهير النادي الأهلي والحقيقة من مبارح يعني في كل السوشيال ميديا وعلى طبعا مواقع التواصل كلها بصفة عامة وحتى في الحوارات ما بين الأهلوية وبعضيهم في بعض الأسئلة المطروحة اللي إحنا محتاجين إجابة عنها والحقيقة جمهور النادي الأهلي بيطالب إنه طبعا محتاج يعرف أجوبها وإحنا طبعا أكيد محتاجين نعرف أجوبها عن دي ونتمنى حد من لجنة المسابقات أو حد من الاتحاد السلة طبعا يتواصل معنا وأرقام تلفناتنا مع الناس كلها ويبقى أن الشرف أكيد لو حد تدخل معنا وضح هنقول التساؤلات دي أو حد يعني جاوبنا على هذه التساؤلات يمكن إحنا في البداية قبل ما نقول التساؤلات دي بنحب نوضح النادي الأهلي مع استكمال البطولات جميعا ومع استقناف الدوري أو النشاط بصفة عمّة وخلينا فكركم السنة اللي فاتت كان نادي الأهلي النادي الوحيد وبنأكد بداية النادي الوحيد اللي كان مع استقناف الموسم وأن النشاط يرجع وأن الحياة عود مرة أخرى وشوفنا ده في كل الجامعات الأمومية في كورت القدم في كورت اليد في السلة في الطائرة وموقف النادي الأهلي لم يتغير بتغير موقفه من الدوري يعني إحنا كنا في اليد متأخرين ولكن النادي الأهلي أصر على استكمال الدوري في كورت القدم كنا متصدرين الدوري ما كانش حسن لسه وأصر النادي الأهلي على استكمال البطولة بالرغم أن هناك أندية كثيرة وأنتم تعلمون أنها جيدا حاولوا كذا مرة أن يعطلوا طبعا استعادة الموسم أو رجع الموسم مرة أخرى ولكن النادي الأهلي كان دائما أبدا مع المصالح العليا للرياضة المصرية ده بس في البداية بنحب نوضحه النادي الأهلي دائما أبدا مع استكمال الموسم ولكن استكماله بالطرق اللي نصت عليها طبعا الأكواد اللي حطتها وزارة الشباب والرياض خلينا أقول على أول تساؤل يمكن جمهور النادي الأهلي يعني عايز يعرفه هو ليه مبارح تلعب ماتش سبورتينج والأهلي مرتبط السيدات اللي هو تحت 16 سنة وأيضا مباراة الأهلي والاتحاد تحت 16 سنة ولاد تلعبوا بعدم انتظار أو بالرغم من عدم ظهور مسحة كورونا نتيجتها إيه يعني إزاي الماتشات دي تلعبت وبدون ما المسحة تظهر طب هو كان فاديت المسحة إيه وليه تلعبت الماتشات دي وإحنا عرفنا الحقيقة أنه هو طبعا الدكتور مجد أبو فيخة مشكورا رئيس الاتحاد كان نصرح مبارح طبعا مع الكابتن أحمد شبيرن فيه تحقيق هيدور في هذا الموضوع نتمنى نعرف نتائج التحقيق ونعرف إيه اللي حصل ومين المسؤولين ده يعني يحصل لأنه أكيد كان فيه خطورة على اللعبين واللعبان طيب عايزين برضو تساؤل من التساؤلات المطروحة بقوة يعني داخل وسط النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي ماذا فعل الاتحاد طبعا لتصحيح هذا الخطأ انتو عارفيني ده خطأ وكلنا اعترفنا وإحنا بنحي زيلك الحقيقة من الاتحاد كرة السلة نعترف أنه ده خطأ وده حاجة طبعا شيئا من الكبار الحقيقة تراب بهذا وده حاجة أبدا ما تقللش من قدرات ولا احترامنا للمجموعة بالكامل ولكن ماذا فعل الاتحاد لتصحيح هذا الخطأ للإطمئنان على سلامة اللعبين كان سواء مرتبط اتحاد لأنه كان معاه زمائلي يعني أنا زميلي معايا سبعة مصابين بكورونا أنا كنت قاعد معهم على البنش طب أنا دلوقتي عايز أتطمن على نفسي ماذا فعل الاتحاد عشان يتطمن على اللعبين ونفس الكلام بالنسبة لنادي الأهلي ونفس الكلام سبورتينج والأهلي كان فيه إصابات أنا بكلم على مرتبط إيه الإجراء اللي هيتأخذ عشان يتطمن على سلامة هؤلاء اللعبين التساؤل الثالث ليه المطشط ما تأجلتش 48 ساعة يعني إحنا كنا ممكن نأجل إحنا أجلنا 24 ساعة للسيدات فقط طب إيه المشكلة ما كنا عملنا شيفتنج أو ترحيل المباراة 48 ساعة وانتظارة للتيجة المسحة يعني كان يوم واحد كانت الدنيا إحنا مش بنقول تأجيل يعني فوريفر إحنا بنحترم من اتحاد السلة وبنقدم اتحاد السلة حريص على استكمال البطولة ودي حاجة جميلة جدا جدا من الاتحاد ولكن إيه المانع كان يتأجل مويوم كمان بحيث أن يتم التأكد من سلامة اللعبين التساؤل اللي بعد كده يعني ليه ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من وزارة الشباب والرياضة واللجنة اللونبية المصرية وعمل مسحات قبل المباريات واتباع نظام الكابسولة المغلقة مع العلم أن أحد الفرق اللي هو نادر اتحاد السكندري بيقيم في قوتيل تاني غير القوتيل اللي بيكون فيه الفرق فده أصبحت مش كابسولة مقفولة والحاجة التانية أنه ليه يعني من قبل النهائق ما تعملش مسحات وهكذا من قبله وقبله احنا بنسأل ليه ما ابتديتش من موضوع المسحات من بدل يمكن كان تجنب الكثير الإصابة بفيروس كورونا التساؤل اللي بعد كده يعني يعني احنا بنتساؤل على هل يعقل أن أنا أجل مباراة اللاعبين من الفريق أو من القيمة من أصل خمستاشر لعب يعني تقريبا حدخلين ألمست حوالي خمسين في المية من إصابة اللاعبين يعني أن شاء لأجل المباراة أو نادي يكون له الحق في مطالبته بتأجيل المباراة يكون عنده خمسين في المية إصابة كورونا وده رقم كبير جدا يعني يعني أنا أتمنى يعني النادي الأهلي أو النادي أهلي بيتساءل ليه سبعة ليه مش تمانية ليه مش ستة ليه مش خمسة بيتساءلش معنى هذا الرقم والرقم جمهوري الأهلي شايفه كبير احنا بنتكلم مش على الأهلي بس احنا بنتكلم على كل اللاعبين واللعبات وشافنا كابتر أوفة عبدالقادر مبارح قال وكل الأندية قال إن سلامة اللاعبين هي الهدف اللاعبين واللعبات أساس قرارات النادي الأهلي وحفظوا على اللاعبين وسلامتهم هو ده الأساس التساؤل البعد كده ليه تم اختيار لجنة طبية من الإسكندريا عشان تعمل المساحات في الإسماعيلية في الوقت اللي ده أدى إلى سحب المساحات الساعة أربعة ونص الفجر يعني فيه فيه ناس قامت منهم عشان تاخد مساحات من اللاعبين ليلة المباراة طيب إيه ده إن احنا نروح نجيب من الإسماعيلية هناك في الإسكندريا وهناك الأكيد لجان زيها في الإسماعيلية أو حتى لو ما فيش في الإسماعيلية فأكيد فيه في القاهرة اللي تبعد حوالي خمسين دقيقة عن الإسماعيلية ليه تم الاستعانة بلجنة طبية من الإسكندرية يعني حوالي أربع خمس ساعات صفر رايح وراجع اللجنة الطبية خذتهم حوالي أول ثمان ساعات كأنه ممكن نكسبهم إن النتائج تطلع بدل ثمان ساعات ليه تم اختيار لو فيه تعاقد للإتحاد السلام مع هذه اللجنة كان ممكن يتم استثناء هذا التعاقد في حيه إننا احنا ما عندناش وقت يأما تؤجل المباراة 48 ساعة زي ما احنا قلنا لغاية ما النتائج تزال دي الحقيقة تساؤلات احنا لازم نكون أمناء مع جمهور النادي الأهلي ونحط التساؤلات للجمهور أمام الشاشة وإحنا ما عندناش والله إحنا ولا بننتقد ولا أي شيء بالعكس إحنا ناس حياديين بالمرة ومش معنى أن إحنا في قناة النادي الأهلي إحنا بنقول يعني كلام يعني إحنا بنقول الصح والنادي الأهلي دائماً أبداً طلباته مشروع هيدي تساؤلاتنا وبنطلب والله وعنا على الهوى أي مسؤول يعني يخش معنا هيكون لي كل التقدير والاحترام وهيبق على رأسنا من فوق أنه يوضح لنا هذه التساؤلات ولو لقينا إجابة أكيد معقولة أكيد إحنا هنكون سابورت لهذه الإجابات معلش يا كابتن محمد ديك التساؤلات وأنا آسف أن أنا قطلت فيها يعني كان لازم نكلم